اشتركوا في القناة حاليا أغلب الناس لما يوني تعاملون مع المكاتب العقارية أو في السوق العقاري كثير من الناس يكون عنده وتوجه معين يعني مثلا يكلمك يطلب منك مثلا أعرض بيتي بس أبيك لما تعرضها لا تنزل الإعلان أو لا تسوي كذا أو أبيك مثلا أبي نوع معين من الأشخاص أو المشترين أو المستأجرين نوع معين من الزباين يعني يفرض بعض الأمور أحيانا اللي ما تمت يعني للأخلاق أو للواقع بصلة يعني فإحنا محساجين أعتقد إذا ثقافة تعامل أكثر لتنظيم السوق من التشريعات والقوانين يعني ما يسيغ مثلا أنا الحين أنا متصل على أي محل أبي أطلب خدمة أي شركة داق على شركة مقاولات ما يسيغ أنا أقول له تعال بس أبيك تسويلي بالطريقة اللي أنا أبيها بالنهاية هو المتخصص يعني فأنا بنفس الموضوع موضوع المكاتب العقارية أنا لما أتصل على المكتب العقاري أبي أشتري أو أبي أبيع بالنهاية هو صاحب التخصص أنا ما أتصلت عليه إلا أنا محتاج خدمته أو محتاج استشارته فلازم أخذ منه الاستشارة إذا كنت أنا عارف فأنا مو محتاج أني أكلم المكتب العقاري أو الشركة العقارية فخلص أنا أقدر أحل مشكلتي أو أنا أشتري حق نفسي أو أبيع حق نفسي بروحي بدون ما ألجأ حق المكتب دائما أنا لجأت لأي مكتب فأنا خلص ألتزم معه إذا شفت أنه كلامه يعني واقعي ومنطقي وممكن أتعامل أتعامل معه فبالنهاي أنا اللي أشوفه إحنا محتاجين ثقافة أكثر ما إحنا محتاجين لتشريعات تشريعات موجودة طرق التلاعب والالتفاف عليها أيضا موجودة تشريعات موجودة طرق التلاعب والتشريعات